وكما تعلمون الآن كثير من الطلاب يعني يجد كمية كبيرة من الأحزاب ومن الفرق ومن الطوايف ف بتلقاوا في حيرة يعني في واحدين بيكون محتارين يقول لك احنا ما عارفين نتابع منه في واحد بيكون محتار فعلا في واحد بيكون أصلا دار يزوق دار يزوق أصلا يعني تقول له آية حديث تقول لك لا لا دار تابعين لك كده احرفتك كيف ومن هذا الكلام من هذا المنبر نوضح لك أن هذا الخلاف تنبى به النبي عليه الصلاة والسلام إن كون الأمة تنقسم إلى فرق كثيرة منحرفة والانحراف بيكون أكثر لما روى الإمام أحمد في مسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على واحد وسبعين فرقة وافترقت النصارى كذلك على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ده النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قال إن النصارى يفترغوا واليهود كذلك حصل فيهم الفرقة والافتراق وهذه الأمة كذلك حيحصل فيها اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالسؤال طوال يسألوا ومن هذا المقام نحن لا بد نكون زي الصحابة كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى زكاهم ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فذل ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى قلوبهم فوجدهم أظهر الناس وكانوا على درجة عالية من الصدق ومن المحبة لله وللنبي عليه الصلاة والسلام فكان من حبهم لمعرفة الحق ولاتباع النبي عليه الصلاة والسلام بدروا بالسؤال فقالوا يعني سألوا عن الفرقة النبي عليه الصلاة والسلام قال في ثلاثة وسبعين الفرقة كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة فلما سألوا عنها واحدة النبي عليه الصلاة والسلام جواب لهم كلام مختصر قال ما عليه أنا وصحابته شفت الكلام ده دي الجملة المهمة جدا جدا انت لو دار تعرف الحق اصلا لو دار الدين الإسلام الصحيح الذي جاء بين النبي عليه الصلاة والسلام والحق ده ما بنتهي شوف الناس اللي بيحملوا الدين الصحيح أو الحق إذا انتهى القيامة بتقوم طوالي لأنه جاء في السنة في الأحاريث أنه القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق قالوا تأتي آخر الزمان ريح باردة فتأخذ كل من كان في قلبه مذقال قضعة من خرد المشنو من إيمان فلا تقوم الساعة إلا على شرار شنو على شرار الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم الناس الحملت الحق وناس الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم دل إذا خالفتهم أو وقفت ضدهم ما يضرهم ذلك شيء فالحق ما بينتهي بيكون قائم الأقيا من الساعة فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من سألوا عن منهج المنهج الصحيح بتاع هذه الطائفة يعرفوا كيف قال ما عليه أنا وصحابتك يعني ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المنهج الصحيح وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من الدين في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي سائر الشؤون وفي الحكم وفي آخر ذلك إلى آخر التفاصيل لأن الإسلام ما ترك شنه سغير وكبير إلا وناقشه حتى واحد يهودي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال له أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال له ما ترك لكم نبيكم شيء إلا وأعلمكم إياه أو كما قال يعني بالمعنى شنو يعني رسولكم ده أي حاجة وراكم له سلمان قال له نعم قال له حتى قضاء الخراءة يعني قصد شنو قضاء الحاجة تغضي الحاجة كيف النبي عليه الصلاة والسلام ورانا فإذا كان هذا الإسلام الذي لم يغفل عن غضاء الحاجة فكيف يغفل عن بيان الأمور العظيمة من الحكم ومن التربية ومن السياسة ومن العقيدة والمعامل إلى آخر من ذلك ما ممكن يغفل كلام ده تخش الحمام كيف ورق تمرو كيف ورق تغتسل بيتك الشمالي إلى آخر من الحاجات المعروفة في الطهارة التناس بتكون عرفتوا الحاجات دي فأشياء من الكلام قال ما عليه أنا وصحابه ما عليه والنبي عليه الصلاة والسلام من العقيدة ده في المقام الأول الآن إحنا الليلة دارين نصلت الضوء على منهاج النبوة على منهاج النبوة دارين نشوف الآيات والأحاديث بتقول شنو والأحزاب الآن العاملة منصغات وعاملة حاجات دي بتقول فشنو انت عمل مقارنة عمل مقارنة شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول شنو وصحابه بيقول شنو الأحزاب دي لما تمسك المرجعية بتاعتها كلها المرجعية بتاعتها تختلف تماما عن المرجعية الإسلامية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عليه أنا وصحابه دي دا المرجع الكتابة الصنة على فهم سلف هذه الأمة لأنه الآية ما مطلوقة ساكن انت ما تجيب له آية تحرف معناه تقول لي دي معناه كده يريب تاكب زي ما واحد سأله يعني صوفي سأله من النوبة الدلوقة البدقاء دي الصوفية جبته من وين عندك دليل قال نعم عندي دليل قال ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وانيبو قالك المدبوذي دي النوبة دا يريب تاكب يعني زل عنده عقل بسيط بيعني في الدن الآية دي وانيبو إلى ربكم أي ارجعوا شنو إلى الله سبحانه وتعالى ما عنده علاقة شنو بالنوبة يجيب لك عدلة أو يجيب لك عدلة مقطعة زي ما الترابي لما سأله الترابي لما سأله قال ما في حاجة سيمة على ما ساعة على ما ساعة كبرى وصغرى قال دا كلام فارق ما في كلام زيدا دليل لك شنو قال ربنا قال الساعة شنو تأتيكم قال بغتة 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 كده يعني تجيب شنو ورد دولب كده طيب ما تيم الآية ربنا قال شنو بعد الكلمة دي فقد جاء شنو فقد جاء شراطها فده الإشكال هنا أخوانا أصله يأكت عليك الآيات يجيب الآية يحرف لك معناه عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال آخر الزمان قال تقاتلون على تأويله كما قاتلتم شنو على تنزيل الصحابة دا لما قاتلوا حتى يثبتوا أن هذا القرآن هو كلام الله آخر الزمان ما بكون الإشكال هنا الإشكال في أنه ما هو الفهم الصحيح لهذه الآيات وهذه الأحاديث يريب تكتب؟ لما نرجع الآن في مقام الأخير كما قلت لك نشوف ما عليه أنا وصحابتي أول حاجة المرجعية ما وحدة يعني الصوفية المرجعية بتاع ذلك ما الكتاب والسنة الأخوان المسلمين جماعة الأخوان المسلمين بكلوا طوايف مؤتمر الوطني مؤتمر الشعب الناس الترابي حزب التحرير تنظيم القاعدة مهم عبدين داعش تاني شنو جبهة النصرة ما عرف إلى آخر من الأكسام بتاعته ديل كلهم أخوان المسلمين ديل كلهم شيخ منه شيخ حسن البنة وسيد قطب وفي كتب قاعدة هنا جيب كتب قطعينة من الله قطب سيد قطب قاعدة هذا شيخ من كلهم يعني بتاكيف النازل المرجعية ثم الكتاب والسنة الصوفية ناس البرعي والمكاشفي وناس فرح والتكتوب قال آخر الزمان المشي بالبيوت والكلام بالخيوط قال بيعلم الغيب كذاب طبعا لأنه ربنا قال شنو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون شنو أيانا يبعثون في قطبين عشان بقاليا ما تجد غالي الساكن قريب تاكيف؟ ما يديك فرصة أي كلام لا تقوله تقوله ده ده الكطب منه؟ سيد قطب ده سيد قطب وده القرضاوي كويس؟ وده دكتور حسن وعطاء ترابي على خاطر يدو كيف عن فهم فكر كبير يعني ما عندو يا حاجة؟ والله ده أبلد من حمار أبيه أنا أوريك بعد شوية أعلم تكام ل try looking لأنا حال بيجي ويقول لك أنا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلم شنو من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بعرف إنجليز وفرنسي والرسول ما بعرف إنجليز وفرنسي بطبع أترابي لأنا طبعا كاني اتراب هناك برة ترابي في فرنسا قاري في جامعة السيما سوربون هناك طبعا الداخلية مختلطة انت عالب الكلام ده؟ في فرنسا هناك طيب الصوفية بقول لك شنو الرؤية والمنامات الرؤية والمنامات طبعاً في ناس بيزعلوا طوالب يتضايق يتململ احد بعائل الثاني يتلفظون يعني نظام شنو يعني جابها لأسماء ومفروض ما يجيبها يعني كون أجيب الأسماء حرام هاي جيبها الدليل عندك دليل ما في سؤال كون أجيب اسم الترابي والبرة حرام ولا حلال ما واحد من الدين حرام جيبها الدليل أنا إحنا عندنا الأسماء دي لتكون زوال محترم بيقول زوال محترم مؤدب زوال مسلم على الكتاب والسنة ما بتلخبط في الدين ما بين سرع لكن مجرد ما قلت كتبت كتب المرأة بين الأصول والتقاليد زي الترابي وقال ممكن شنو المرأة تهيم الرجال وقال ما في حاجة يسمى شنو المرأة مش تشهد يكون مرتين وراجل كلام زينا فارغ لابد المساوة نريد تكتب والمساوة لها درع شنو العد وشنو والمساوة ويسمعك كلام بشكل ده لو بيقول تقول كلام زي ده زي بتاع الصوفية وبتاع القراضاوي اللي بيقول النصارى والمستبين حاجة وحدي والنصارى ما كفار واليهود ما كفار ومشكلتنا معاه ما مشكلة في الدين قال مشكلتنا مع اليهود ما مشكلة دينية قال مشكلة شنو اقتصادية دي ارض عربية اقتصبوه وحدي قد نرجع الارض العربية دي بيقولوا كده يعني مشكلتنا ما مشكلة دينية لانو حسن البنة قال ربنا لما يتكلم عن اليهود قالنا غشب من منظور اقتصادي يعني ربنا من قال انا ما اعرف ما قال الاية دي لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى دي ما قرأ نرجع ونقول النقطة الاولى انو النازل المرجعية بتاعتهم ما واحد يا اخواني الصوفية بيقول ليك الرؤية والمنامات الشيء التاني بيقول ليك لقاء الله الشيخ التعطريقة بيلاقي الله بياخد منه العلم طوالي كهيز زي ما جاي في كتاب الفتوحات المكية كتاب اسمه كده اسم الفتوحات المكية واحد اسمه ابو يزيد البستامي ابو يزيد البستامي ده قال مساكين اهل السنة اخذوا دينه ميت عن ميت يعني تقول له فلان عن فلان عن فلان في صحيحة البخاري تقول له فلان ده وين مات فلان ده وين ده مات صحيح البخاري وينه مات يقول لك كلام دي روان فامان يقول لك اما ان احنا اصحاب شنو عشان كده قسموا الدين لشريعة ولحقيقة قسموا الدين لشنو لشريعة وحقيقة وظاهر وباطل عشان بعين الشيخ لو عمل لي حاجة ما دي اعترض عليه عشان بعين الشيخ لو عمل لي حاجة ما دي اعترض عليه عشان بعين فهم بيقولوا كده قال مساكين هل السنة اخذوا علمهم شنو ميت عن ميت اما نحن قال فناخذ علمنا شنو فناخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت عشان كده بيقول له خاطبني قلبي عن ربي بيعتقد طوال انو بشير من الله طوال مباشرة والتجانية داي اللي عندنا في اكتاب هنا جواهر المعاني طريقة تجانية وانا داي كلهم واحد اخوانا كلهم واحد الصوفية كلهم واحد ثمانية تجانية كلهم واحد اريب تكاف فدي اللي بيعتقدوا داي اللي بيعتقدوا شنو تجانية انو عندهم حاجة سيمة الحضرة الالهية انو الشيخ بيكون قاعد والحلان والله بيجي بيقعد فيها وعندهم حاجة تانية سيمة الحضرة المحمدية كلامي دا لو انتقالوا غلط أستي الان امشي لاي طريقة تجانية بالذات يوم الالدناء ويوم الجمعة بعد العصر تقاموا متلمين قاعدين كده وخاتلهم كوز بتعموية وتقاموا بيذكر دا بيقول لا اله دا بيقول الا الله قاعدين فريغين صفين كده صفين دا بيقول لا اله دا بيقول الا الله دي حاجة يسير المجادعة قال زين لا الموسيغة قال دا ذكر دا دين قال هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما في ذوي العبد الله افضل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فدل بيجي بيقول لك الله تكلم معاي مصدر التلقي التاني عند الصوفية بيجي بيقول لك الشيخ لقى الرسول يغيزة لا من امن في كتاب جواهر المعاني يا انده ليو كتاب جواهر المعاني بتاع شنو بتاع احمد التجانى الكتاب ده ما اعلفوا اتجانى ذاته اللفوا تلميذ진 اسمو علي حرازيم علي حرازي قال الشيخ بتاعي احمد التجانى قبل ما يموت قال فاض علي من علمه تعرف عندها حاجة اسمه الفايض فاض عليه بعلم يعني يعني ما ما ملاه ليو قبل ما شيح يموت العلم بتاع احمد التجانى ماشى كذا وبال بالبو düş Kennül will be قاعد هنا. قاعد هنا. البلدي بيقى امتجاني. ما فيه سؤال ما تروح هنا. فيك امتجاني في البلدي. فيك امقادري. فيك امسماني. عريب تقاب? دي العلاف مؤلفة في البلدي. انصار المادي. تعني المادي. دي لغات العالم بيعتقدوا القبة بتاعة الماري في مدرمان هناك. الانجليز شاء له الماري قدعوه في الماية. كوي سمعك? الليل الليلة بتطوفوا جو القبة. يا زولة زولة ما فيش يقول لك روحوا قاعد الاف وجوه. قاعدين هنا. عريب تقاب? فعندهم عقائز دي. الطريقة تقاني نشاهد كيف? قال احمد التجاني كان ماشي في الخلق. لقاو الرسول يغزة لا منامن. والكلام ده غلط يا اخواني. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات تاني ما بتلاقيه. يغزة يعني يعني زي ما انا شايفكم كده. عريب تقاب? يغزة لا شنو? لا منامن. والنبي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل به. ده في النوم. ما في شنو? في اليغزة. ده قال لقاو يغزة لا منامن واداوه الطريقة التجانية واداوه صرعة الفاتح لما اغلق. وقالوا صرعة الفاتح بتاعدل القرآن شنو? ستة الف مرة كانو موجود في الكتاب دهينة. ستة الف مرة. لما تجي تقرأ صرعة الفاتح لابد تتوضى. زيك انا اريد اصلي. وكأنه كله كذب يا اخوانا. كله كذب في كذب. وين لقى النبي عليه الصلاة والسلام يغزة لا منامن? النبي عليه الصلاة والسلام مات. لكن الآن الصوفية بيقول لقى الرسول ما مات. واحد. بيقول لقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات والرسول ما بشر. يقول لقى ما بشر. تقول ما بشر كيف? يقول لقى ما بشر كالبشر. وده نفس الوقع فيه النصارى ذاته. النصارى لما قالوا عيسى هو اله وعيسى ابن الله. اي نصراني? سلفاكير اوباما وتماشي بتاع الفاتيكان ديل كلهم. ايضا المعلك صليب بيعتقد انه عيسى ابن مريم اله. وامه ام الاله. شان كده ربنا كفرهم في القرآن الكريم. ربنا قال قد كفر الذين قالوا ان الله شنو? وربنا قال في القرآن صورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. طبعا الشعبين ناس الترابي. بيقول لك لا لا. اهل الكتاب ما كفار. ما كفار كيف? الاية دي معناه شنو يعني? لم يكن الذين كفروا شنو? مين اهل الكتاب? حريبتك اب? فادل مرجعين قلت لك شنو? الرؤية المنامات. دا بزول بنوم. الشيخ نام. وزي ما قال لك قال لا قال الرسول يقضى سلاما ناما. وذا كلام باطل اخواننا بخارف للقرآن. بخارف لشنو? للواقع. كلام كذب. على النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا شنو? فليتبوى مقعده من النار. دا بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. كويس? فدال بياخد دينه من المنامات. تقول له السمانية. جدوا طريقة دي من مين? يقول لك شيخنا السماني. كان نايم. جاء الرسول في النوم. قال لا اعمل الطريقة السمانية. وهكذا يرده. تمشي للخاتمية. تقاسموها خاتمية لشنو. قاله اغره ولي. تعني ولي مافي. تحرر الكلام ده قاب? يعني احنا كلنا قاعدين ساكن. ولي تعني مافي. داعي ولي ما افضي معنا شنو معنا ثاني نزول بخش اجلنا مافي. لو ما بقيت ولي ما بتخش اجلنا. عجلنا ما بخش واحدة الاولياء. والولي ده الذي يوال الله شنو بطاعة. قال وما يزال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى او يحبه. فاذا احببته بعد ذا قال شنو كنت سمع اللي اسمع به وكنت بصر شنو الذي يبصر بيه الى اخر الحديث. كنت سمع يعني شنو يعني. يعني اتقى الله اذا احببك ربنا يوفقك ما تسمع الا كلام شنو يرضي الله. واذا ربنا اذا احببك ما تشوف الا حاجة شنو ترضي الله عز وجل وما تمشي الى مكان الا يرضي الله سبحانه وتعالى. ده معنا الحديث. طبعا الصوفية عندهم تفسير الحديث ده تفسير تاني. فالنازل بيقولوا كده. مصادر التلقي عندهم مختلفة تماما. عن شنو? عن المشتبين. هيدا ما يقول الكتاب والسنة. الاجماع القياسي عندهم عندهم كلا زي رمان فيه. دياو الحاجة. فزال زي رمان تتفق معه اصلا. انا زال ربنا قال ان قال فانتنا دعتم في شيء شنو? فاردوه. الى الكتاب الى الله شنو ورسولي. اي الى القرآن والسنة. زال المرجعية بتاعته ما واحد تتفق معه كيف? ربنا قال وعتاصم شنو? بحب الله جميعا. حبل الله هو شنو? هو دين الله او في تفسير اخر هو شنو القرآن الكريم. انا عشان رجعك لا مترجع للقرآن الكريم. الشدة هي ترجع للقرآن الكريم على فهم منه? على فهم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لانه يتم امور باتباع السلف. ربنا قال ومن يشاغق الرسولة من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ربنا قال نوله ما توله ونصه جهنم وساءة مصيرة. ده في مخالفة فهم شنو اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دي دي مصدر واحد واحد بقول لك العقاة الله. واحد بقول لك العقاة النبي عليه الصلاة والسلام. وده كلام دي ما قلت لك كلام شنو? كلام خطأ. دي ما يسألو له. عشان كده من من الكلام ده قدروا يدخل الخرافات في يد الناس. يد يقول لك الصوفية. يقول لك الشيخ بتاعنا بيعلم الغب. بيعلم الغب ليه? ويقول لك لعلم من اولياء الله. يقول لك بتنكر الاولياء? لو ام ننكر الاولياء. لكن زورك دواء من الاولياء. هنفتكيب? الزور بتاعك دواء من الاولياء. ربنا قال شرف. على ان اولياء الله. لا خوف عليهم ولهم يحزنون. الذين امنوا وكانوا يشرف. وكانوا يتخون. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى. قال شروط الولاية اثنين. استنباط من هذه الآية. الذين امنوا وكانوا يتخون. قال الايمان والتغوة. دي شروطة بالآية. فكل من كان لله تقيا كان لله وليا. والايمان هو ما عروف. انتوا من بالله وملائكته وكتبه والرسلي واليوم الآخر. والغدر شنون خيري وشر. ديار كان الامان. لما ت brace كاركان الامان فامسك كاركان الامان. الامان بالله تقسم لك هم اقسم؟ الامان بالله الا علماء قال له من قسم له شنون الأربعة? ان تؤمن بان الله سبحانه وتعالى شنو هو الخالق. ان تؤمن بان الله سبحانه وتعالى شنو؟ حيضة الله ان تؤمن بوجود الله. داواء الحقيقة. الجزئية اللول انه في ناس خالفها وفيها تماما. قالوا الله ما في. نهاية. عرفتها كيف? ديل بسموه شنو? ديل بسموه شنو بيقولوا الله ما في ديل. قالوا ما في حاجة يسمى الله ذاته. هراء يكشف. الله يلعظوا. قالوا دا ودائرين تورونا الله في ولا ما في? قالوا إلا تورونا تلخيوا لنا المعمل. قال نمشي المعمل. نمشي المعمل نشوف الله في ولا ما في. واحد كان زمان اسمه ماثيو. ماثيو دار ناطق الرسمي بالحركة الشعبية زمان بدري. في شارع المين جاءوا عن الخرطوم. قام جاء قال انا ما بؤمن بوجود الله. إلا بالحواس. يا اشوفو. يا اشم. يا اسمع. يا المس. كده معناها الله في. شوف تداك الله. غير كده ما ينفهم معي كلام. وده قائدنوا لك بعد شوية ابن اي لك. اشوفين اي لك الكفار طبعا ده قائدنهم لك. قال ما عندهم اي موضوع. الله العظيم. ما عندهم اي موضوع. اعرفت كيف? عصوا فيها بيجي بيعتقدوا بيقول لك شنو? عندهم مشكال في الايمان. الولايات الابد شنو? زي ما قلت لك الايمان بالله. ان تؤمن بيود الله عز وجل. ده الامر اول. ان تؤمن بان الخالق لهذا الكون هو الله. والرازق لهذا الكون هو الله. والمدبر لهذا الكون هو الله وحده. وحده دي مهمة جدا. لان الصوفية بيعتقدوا الان انه الشيخ بيخلق مع الله. الشيخ بيخلق شنو? مع الله. زي ما قلت برعي في كتابه? قال وسلم له يا ولد ده القلب البيت شنو? ولد. هل يبت قاب? ده البراية تعزلي ولا? وسلم له يا ولد ده القلب شنو? البيت ولد. قالوا في واحد عنده ستة بنات. مع انه في الاسلام تربية البنات عندها شنو? عندها فضل عظيم. تربية كويس ما طلعها كوزة ولا طلعها صوفية لكن. انت لا تكون صوفية كمان فايدة. لو تطلع شنو? تطلع على الكتاب والسنة. هل يتكلم? دي تربية صحيحة. عن الاسلام. فبعدين فيها فضل عظيم. قال انه ستة بنات. كويس معك? قال ويشتكي. عدم الولد الذكر. قال ده اري لو ولد ذكر ما عنده. كويس معك? قام الشيخ اكان في كتاب شنو? طبقات وضيف الله. الكتاب ده الان بترسوه في جامعة الخرطوم. انهم مات يا سيما? بيقول الله. شنو كده سودانية مش كده? دراسات سودانية. بيجيبوا لك فيها من طبقات الضيف الله. هل تعرفت اكيد? وكان الشيخ بعد ما مات طلع كراوه من الغبور. زي ما يقول لك في جريت الدار. قال في واحد في الجزيرة هنا. قالوا بعد فترة طلع كراوه. على ما سخنت معه يا ولحظوا شنو يعني? طلع كراوه والله في جريت الدار. جريت الدار دي ما بتاع الصوفية شنو ما عنده نيه موضوع? تققت بالليق بالمنشاة العريض. كبيرة كده. عجوبة الزمان. غنماية ولدت في الفتحاب. عندها ثلاثة كرعين وعندها راسين. اليوم التاني. اسمع هذه المعجزة. في وراء في السوق الشعبي. عنده خمسة من. كده. شغالين كده. ابتع جريت الدار دي ما عنده نيه موضوع? واحد كتل مرته. مرأة كتلت الراجلة. بش شغالين زي ده كده. دي طلقوها ودي عرسوها. ودي عرصت كم ودي عرص كم. شغالين كده بس. ما عندهم اي موضوع ولا ما دي عشانا افدوا بها شنو? افدوا بها الناس. بل بيجيبوا كلام ضلال. عدل كده زي زي الكرام قلت لك ده. قال دي كرام من الكرامات. زي زي طلع كرام من الغبر. هل تبعلك معي؟ قال الجماعة جو. قال الله الشيخ. الناس لنكروا الكرامات. او قبل دي. قبل الموضوع ده قالوا الغبر بتاعه طلع موية. انا قلنا لوم يا اخي مقد تقوم في مأسورة كسرت. كده مش نادو ناس الهي. قال الشيخ الوهابية لنكروا الكرام بتاعتك. طلع لك حاجة تانية. قالوا الشيخ طلع كرام. انتوا نادونا. بس هي واحدة كرامة نادونا ورينة كرامة طلعت كيف? وصها كم وطلعت لشنوه. وطالع اليه. قال الله كرامة لالغبر كده. قال الشيخ بركتك ويستطنا تب. قال الشيخ طلعت نزل كرامة وشييت نزلت تحتك. عليك الله. فيلم اندي زي ما لقاك؟ لقاك كلام زي ما؟ فيلم اندي تو منجيري لقاك كلام زي ما؟ والله العظيم ده دي من الكرامات. دي من شنو؟ دي من الكرامات. فده اللي بيعتقدوا عقاية زي دي انه الشيخ بيقلب يعني بتقاب بيقلب قال قلب البيت قلبه شنو قلبه ولد كويس معاك واحد تاني قال منشتجرة منشتجرة قال برضو المرة الشيخ قالت لا الشيخ أنا خدمة كترت عليه العدة والعواسة كترت عليه الشغل اللي كويس معاك وما دراك ما قاسي العدة يعني بتقاب قال الشيخ كترت عليه دار الله خادم تخدمة قال لا سمح بالحيل قال شل فرار شل فرار ودخل لغابة اللي قال شدرة بتاع الصونطة ولا شو ما بعرف وقع في شدرة كبير قال قطع لور شدرة كقامة الانسان ده عقل تصوبيه وتلك ده عقل تالبرعي دي عقلة تعد آلاف في هذه البلاد انت ما يعيب خبر زال بيعتقد انه زال بيخذق له من شجرة بيخذ له ابن آدم قال جاب العود خطاه ولف العود قال بيه توب قال طبعا ده السيناريو هنا ده الخطب هنا قال فبدأ يذكر الله بهمة عالي انا بجيب لك شدرة وبجيب لك توب بخطك هنا اذكر الله بهمة عالي اقليب اليك انت مجنون لش ده لكن ده اصوفي اصوفي شنو يقول لك كلام دي ده قال بعد فترة قال العود يهتزه قال قال العود بيكا بيت والله قال قال الله بخيطة 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 ثلاث مرات قال كويس معك قال له نعم سيدي كويس قال له نعم سيدي كويس قال قال له نحكي معي البيت والرساق وده البيت ليه والله قد قال قعدت خمسين سنة وعرسلها ولا شو ما عارب ولدت بعد داك هلا شدرة ولدت الله العظيم شفتك ايه وديك برضو بتاعت الكانت بيت الكانت بيت ديك اقربها ولد برضو قال عرسلها قال وقعد بعد خمسين سنة ولدت ولد اسم ابي ورق قال وهذه الكرامة مشهورة قال نار على علم قال ولولا وقوفي على صحتها لما دونتها شنو ها هنا دا قاله بالكتاب الكتاب مش قاعد موجودة قاعدة الكلام دي اقلت البراي بيعتقد انه الشيخ الاولياء يعلمون الغيب مع الله سبحانه وتعالى وده شرك بالله عز وجل شرك بالله شرك عنه شني عنه شرك بالله سبحانه وتعالى الشرك وقاله العلماء قال هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله يعني حاجة خاصة بالله تجيبها تقول دي شنو دي حاجة المخلوق يعني الله بيخلك الشيخ بيخلك الله بيعلم الشيخ بيعلم زي الله زي ما بقول البراي قال قمات نزاور للأولياء والأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر من الأولياء يعني منهم عليم بالغيب شنو قال منهم عليم بالغيب باطن وظاهر قال الأولياء بيعلم والغيب باطن وظاهر فان احنا الان يا اخواننا بين امرين يا اما نصدق القرآن يا اما نصدق البرايدة هارفتا كيف وانا البرايدة اندي كذاب بنص القرآن وبالعاقل كده بالعاقل ساقي كذاب كويس قال أولي بيعلم والغيب عزيل كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون ربنا سبحانه وتعالى في آية اخرى قال تعالى قل لا املك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لستكسرت من الخير وما مساني السوق ربنا قال النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله افضل خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فاذا قال من رسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فما بالك من هم شنو من هم دون النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمون شنو لا يعلمون الغيب ده الآن بيعتقدوا الآن انه الاولي بيعلم الغيب كويس معا ومن الحقيقة العجيبة يعني على ما اذكر قالوا من كرامات البرعي قال في طيارة قد الزريبة اسمعتها يا ما اللي فيها قصيدة الزريبة هناك في كردفان قال في طيارة جاءت هناك والكابتن نزل للشيغة البرعي وقال ما اخذ من ايزين قال اوه مش هناك الطيارة ابو التدوير والله العظيم الكلام ده انا قبل الرمضان في حلقة بالسوق قلت لهم الكلام ده اكتر من سبعين نفار قعدين بيحضروا داري داري ضاربوا معي قالوا لقد نزل طيارة والله الذي لا يله غيره وتلو الزريبة دي مطار قال لي ما مطار طيب ما نزلها هناك لشني يعني طيب في سؤال ثاني في سؤال منطقي طيب البلد دي اخوانا دي ما انتم عارفين ان ضربت مرات عديدة بطيران من اليهود من اسرائيل عندك شك ان الاسرائيلي دي كفار ما عندك شك مشكلة المصنع بتاعي يرموك في ابو ادم جنبت ناس اخوانا الجهاب ده قوي سمعك جنب ومس خمس سار متر بس من المصنع عندك قوي سمعك اليوم نكتب على ضربة طيار درب المصنع ده في ناس مرقوا عراية تخلي بالك مرقوا عراية ما شو جروا البحر ما شير لش نارى ما عارف مر جارية الرجال جارين من ضربة دي كويس دارت بطيارة مصنع اليرموك مصنع عشيبة انضرب برضو ولا ما انضرب لاك يا زان انضرب ولا ما انضرب البرع يبتعك عندما هلو كان قاعد وين كان ما اخذ رجازة ازال لك ان نزل طيارة هناك في الزريبة ليه طيار ده لما انت تضرب المصنع هذا ما انهزل في سؤال متروع للصوفية يا ايما انضرب مع اليهود واحد بان اثنين ازا كان مع اليهود سكت عمل لابد عشان انا دمائنا اضربوا البلد دي ازا بقى مع اليهود يورينا من ناس عشان احنا نعرف كلام ده صوفية ربتعك ما انش اغلتك ما انتكال احنا من نخليك والله يجي للازي لاي لها غيره تكتب لك كتاب والله العظيم تكتب كتاب فيه ضلال فيه كبر ما نخليك لوم القيامة والله ما يمحال ما تمش ما نخليك تمش ايجي هتا نباري تكتب كلام زي ده نخليك تكتب لنا كلام فارق زي ده والشيوك تزال الشيوك من دول الله عز وجل البرة يقول له خلي الله وامسك في الشيخ قم يا اخي ناديقهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البيت والله العظيم مصر المؤمنة باهل الله يعني مصر ما مؤمنة الله مؤمنة اهل الله شعوانة والسيدة نفيستي دي لقى المسكين مصر ورابع العدوية ما اسمعت انت وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله طب عندنا ناشر له كفر قلت قرب الشعران عندو كتابة راو ومصر ده اسي مؤمنة اسي مصر مؤمنة مصر دي مؤمنة اسي ما قاعدين اكواركو صدنا هذا وما صدنا هذا هو هو كواريك قال له ليه وينه جماعة وينه جماعة وينه شعوانة وينه السيدة نفيسة كويس معك وينه جماعة ديل قال ديل مأمني شنو مصر رابعنا قال في القرآن الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم العمر شنو وهم مهتدون قال بيأمن الكون ده الله براه الصوفية بعتقد ان الشهوب تحنهم مدبرين الكون بيمسكوا الكون مع الله ده قال حسن ابكم الفي الكون شنو الفي الكون مدحكم قال مدحكم في الكون ده قلو تعتريق القادرية قال الله ادهه الكون تلالة تلاتين سنة قال انه مكتوب في كتاب قاعدنا تلالة تلاتين سنة سلم الكون قال بعد تلالة تلاتين سنة كل الله تاني قال وما نقصد منه جناح بعوضة يا في بعوضة مات لا في ضب مات لا في مرة اللقوة الكون ده قاعد سلم يا اوه سلم الله تاني ده لصوفية عشان ما يجينا واعد ناط هنا يقولنا على التصوف الاسلامي طعم بيجي واحد بليد من جماعة الاخوان المسلمين بيجي كوز يبهجي اعمل فايند وعقل وابلت زل هل بتقاب انت لو عندك عقل ما بتدافع لك على الناس ايدي تدافع لك على الناس بيقولوا الشيخ الله كوي اش محط ديما قال قال انا الفرد الكبير بذات ايه ده شيخ تعتريق القادرية قال انا الفرد الكبير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ الطريقة قال والله قال واعلم عرض النبت كم هو نابت واعلم عرض الرمل كم هو رملتي وعلمي علم الله احصي حروفه واذا قلت للشيخ كن يكني قال بيقول الحقيقة كن تكون قال ارفت كيف يدافع الناس الذين موجودين الان ارفت كيف فدال هذه عقيدة الصوفية عقيدة مبنية على الشرك بالله عز وجل عقيدة مبنية على الخرافات وعلى الدجل عشان كده اي جزوا المسلم صاحب عقل وصاحب فطرة سليمة كان لابد له شنو انه يحرب الناس ذي ويكشف الناس ذي يكشفوا غشو الناس كلها ان احنا اهل الله ان احنا الاولية ان احنا عندنا خلاوي ان احنا عندنا بنعمل عريس جماعي ان احنا ما عارف شنو الاخر من ذلك شوف لو عملت اي عمل صالح في الدنيا اي عمل صالح عملت في الدنيا دي واشركت مع الله ما عندك اي حاجة رب انا قال فقدمنا الى ما عملوا من عملين فجعلناه شنو فجعلناه هبان منثورة ما عندك اي حاجة اذا اشركت مع الله ما عندك حاجة رب انا متكلم عن الانبياء كلهم ربنا قالوا ولو اشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون عريب تكال ده من الشرك بالله عز وجل عريب تكال دي اغل تصدفية عغيرة مبني على شنو على الخرافات وعلى الدقل وعلى الشاوزة وانحنا لسا في باقي كلام كتير دارين نقوله عندنا نرسل اننا هنا اخوان مسلمين كويس ما هذا؟ طبعا الكتاب الصغير ده جايبينه شفت المقاطع قاعدت شو بتاعة الناس داعش تعرفة? ما شفت المقاطع دي؟ زول قطعوب منشار وشفت الكلام يقوله طالع من الكتاب ده؟ شفت الكلام يقوله طالع من الكتاب ده؟ الكلام يقوله طالع من تنظيم القاع الاغتيالات التفجيرات الكلام ده كله طالع من الكتاب ده معالم في الطريق لسايد قطب تكفير الى موجود قال الناس اللي قاعدت ده كلهم كفار اجي ظل في الوطني ما معانا كافي ده سايد قطب طالع من الكتاب ده فانعنا قلنا كلام وبعيدنا الان انو عقيدة ده الصوفية ليس لا علاقة بالكتاب ولا بالسنة المنهج الصوفي ده منهج دخيل على الاسلام ولا يوجد في القرآن ولا في السنة شيء اسمه صوفية اطلاعا وعقيران زي ما قلت لك عقيدة صوفية مبنية على انه الاولياء يعلمون الغيب والاولياء يهبون الذرية مع الله والاولياء يعتقدون من العقائد الباطن والحرفة يتحكموا في الكون الاخر من ذلك فالكلام ما نذكره احنا ده بنفتح الفرصة ان شاء الله تبارك وتعالى للنغاش والاسئلة في هذا الكلام لو في هذا عنده ده ناغش ده يسأل نحن نفتح له المجال نسأله طبعا عندنا قاعدة في الجواب بعدين جيت اتكلمت كلام علمي ده تعرف بنديك كلام زي كلامة جيت تلخبت وتعمل فيها شبت عندنا لك نظام تالي يعرف تقايب مين السنة بوري عشان لو ما مالي قاشك تمام اما عطي يدخل جوائنا انا بكلم اقاس فرصة مفتاحي للحوار النغاشة وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدته رحم الالله صداك يا قحطان